وووووو وهو لسه بس دقيقة وووووووووو! من يوم ما اكتشفت أنه في شيء فى العالم اسمه بدأت ادور على شخص مناسب اللى حىيلة معايا هذا التحدي دورت فى كل مكان فكرت بحض و أخيرا اجى اليوم اللى وجدت فيه شخص مناسب أناسوكينا واليوم سأرسم إيموجي بالبانكيك لكن قبل ما نبدأ كيف علاقة كل واحد فينا بالرسم؟ أنا بوادي أحب شيء اسم الرسم في المدرسة كنت أحب قديش كلاسات الرسم وفي آخر سنة في المدرسة داشت كلاس أدفانست أرت وخلصتها بمعدل A هذه واحدة من الرسمات اللي أنا سويتهم في جريد 12 بس كل شيء يختلف في البانكيك ما أدري رح نعرف اليوم آخر مرة رسمت فيها كانت في المدرسة الإبتدائية فالآن ما بعرف كيف حتى ممكن يكون مستوايا في الرسم حاجة واحدة بعرفها أني عنيدة وما بحب أخسر المنافسة حتكون شارسة مين تتوقعوا حيفوز؟ الموهبة أم الإسرار قواعد اللعبة كل واحد فينا هيختار خمسة إيموجيز يتحدى فيهم الثاني كل واحد فينا عنده دقيقتين فقط عشان يسوي كل البانكيك وفي آخر تحدي لازم كل واحد فينا يرسم الثاني في البانكيك زين أنا حتى رح أبتدي وأسوي خليط البانكيك مالي طلعان يا جماعة ما رح سيواصفه من الصفر لأنه ما ليخلق فراح سيخم الجاهز اللي بحس أضيفه لبيض وحليب أما أنا فحسوي البانكيك من الصفر ترجمة نانسي قنقر وآخر لون اللي هو لون البشرة ترجمة نانسي قنقر أوكي فحصر وقت التحدي أول إيموجي اخترته هو وجه الخنزير وجه الخنزير سكينة واد قاعد تختارنا شيئا صعبة أوكي رحبتين دقيقتين دقيقتين أول مربح حياتي أسوي بانكيك آرد رح نسوي أول شي خشم الخنزير دقيقتين أوكي كامل الوقت؟ ما أعرف أوكي واردي أخر شيء أخر شيء واردي كل شيء أخر شيء واردي كل شيء أوكي أوكي خلاص خلصت قبل الوقت أعتقد ما رح يطلع بورفكت لأن الخشم يجموعة كمثل الحديدة بالأسود بس نسيت اثنين أوكي جماعة والله تمام بس أوكي المشكلة شوية الخشم لا مستحيل أستمر بهذا المستوى لازمني أنمي مهاراتي أوكي ها يوجي الخنزير طبعا أنتم قاعد تشوفون الخشم صاروا يلويه واحد خنزير مسوي حادث أنتو كمان اكتبوا تحت بالتعليقات مين اللي بالنسبة لكم فاز بأول جولة ومين اللي خنزيروا أحسن الآن سأختار أول وموجة رح نتحدى في بعض أنا وسكينة وذي الأموجي أنا وادي حبة ومن أفضل أمي جاتل أنا أستخدمهم والأموجي هو أموجي الشرير اذهب أوبس أوه أوكي الأدن والحواجب أوه لسه بس دقيقة أوه بقي دقيقة بقي دقيقة بقي دقيقة أه تسعة ثواني أوكي خلاص وقفت يا جماعة سأخلص مع الوقت بالضبط أوكي ماردة مستعد بسم الله أوكي أوه 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 يا جماعة ونغسة أنا إنسانة لا تحب الشر فمعرف أرسمه لو كان الوجه الطيب كنت رسمته أحسن يا كاش بما إنه إحنا حاليا في الحجر السحي خلينا نسوي وجه الحجر السحي طراحة بوقت هالأموجي رح أسوي الموسك أوه 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 أحري حر أغطي كل شيء بالأصفر أوكي حاس خلاص الرهيبة اللي جاية. بلس اضغطوا زر الاشتراك الأحمر تحت الفيديو وفعلوا جرس الاشعارات اللي جنبوا الآن. بلس قبل ما تنسوا كل ما اشتركوا وشجعتوني أكثر كل ما الفيديوهات حتصير أرهب. سوينا فيديو بقناة كاج بجانب فيه طبخات متابعين الغريبة اللي كانوا يأكلوها طيلة رمضان. لا تفوتوها. بعد ما تخلصوا هذا الفيديو روحوا شوفوا الفيديو اللي سوينا بقناة كاج اللي حقلي لكم تحت بصندوق الوصف. ثاني اموجي رح تحداتي سكينة فيها هو اموجي النار. انا احب اموجي النار واحد من اموجياتي المفضلة. اوكي ديكتين بدت. اعتقد اني ضبطتو. خلاص بقع عشر ثواني خلاص قبل الوقت. اوكي غشيت بس شوي ثانية واحدة. بسرعة. اوكي شكلها ماري ذي نار. بس اجت لحد يبينو بين سكينة. فخنشف مال سكينة. بإمكاني يكون احسن لكن بالنسبة له واحدة مبتدئة ومتطفن على المجال فيعتبر نار. مين بالنسبة لكم فاس بجولة النار. حب اتحد اخوفي واختار اموجي سعب. اموجي الجزيرة. لا لا مش هذي الجزيرة. هذي الجزيرة. ديكتين امتدت يا جماعك. لا. اوكي ما عجب سوي. بني. هذا مش بني هذا زهري. ما عجبني ما عجب سوي. ومدد الوقت. اوكي ما عجب نفعل الخير بذي الصراحة. واووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أني لم تكن من وجوده لنقدم هذه الدرجة لا أعلم لا أعلم الآن لا أفعل ش posiccera شخص تفد أثالك ستوضع وهو اموجي العطشان لكن ما بعرف ليش طلع عنده شنب المفروض ايموجي كيوت طلع راجل عنده شنب وكال ايموجي لي طلع معاي طبعا السنصر شوي تحت لو شوي فو كان بيطلع اضبط مين برأيكم فاز بجولة العدشان ما اعتقد اني انا الان اخترت ايموجي قوس قزح قوس قزح لاحظة معا في ترتيبهم اول شي احمر بعدين اصفر حسنا الآن فيوقت جمعة شكلها ب ofereد احسني سآطكنها من حققة لقد أanska نطبها 3 2 1 واو تجد قوس قزح احسن هنا غيمة واو حتى في هذه اللحظة لالجسة اصور فيها ما بع amateur كيف they create قوس قوزح لكني أحب 것이 كثير تصح الصباح تفكر و moralig Bolad جميل confort الاين defame انا المجارع من يستخدم حياتك ازرق ازرق اوه 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 ihr انا استخدم العيون واحد اثنين اتو اوه امو جديو واو عو Mechanic هاي هي ايموجي الدراما اللي سويتها وصلنا للشوط النهائي اصعب ايموجي اليوم الراقصة الاسبانية سكينا ما اتفقنا تشدي شرس موت ليبيلهم دقة يعني حصص عبوات في البانكيك والمشكلة هاي ضعيفة فشان رح اقضلبها بعدين عادي تنكسر الراقصة الاسبانية هي ايموجية المفضل كل محد يكتب لي اي شي سلام مثلا اجاوبه بالراقصة الاسبانية رح اضيف عطير شي مفضل الواج رح عاشيك الوج ووووووه الوقت خلص انا بعرف اني فشلت Palestine لكن حانا بس اكملها اشوف شو حيطلع معايا وووو نسيت فردة حداء لا حتى بتقطع اصعب واحدة الفها هي هذه 1 2 3 لا والله حلوة لا لا يا جماعة شوفوا مستحيل هذه اكتر واحدة كنت متوقعة انها حتكون كاريتية لكن والله انها حلوة شوفوا كيف والله انها حلوة يا جماعة شوفوا مرضة واضح عندكم هذه هي الراقصة الاسبانية مالتي شرايكم فيها جماعة خبروا انتحت والله انا حتي فخر فيها الصراحة خلص اتأكدت انه الراقصة الاسبانية هي ايموجي المفضل مستحيل يكون في ايموجي اجمل من هذا في العالم واو نحن اخر ايموجي والخامس رح تحدثك هنا فيها هي جماعة ايموجي النعسان عطشان نعسان حسيت كارجالس اعبر عن وضعه الحالي بسم الله اوه ما حطت زبدة نسيت نسيت عسري 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 انا الزرق رح ساوي فيه الزد نزين اللي هو مالر قود اوكي لحظة لازمني اشوف الاموجي نسيت شكله اوكي اوكي رح واقف هنا مبايي بالعيد خلصت قبل اربع ثواني اوكي لاحن ما شفتها بس اعتقد باحلى واحد سويتها ثري تو وان اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هذه هي موج النعسان أعتقد أني أرتاب واحدة يا جمعة سأتحدى آخر تحدي حكي سكاينة أنه لازم ترسمني وأنا سأحاول أرسمها سأذهب إلى انستجرام سكاينة حول أظهر صورة حسنا سكاينة ما رأيت نفعلها بدون ما تمحدد بس عشان نشوف شنو الوحيد يريد يسوي حسنا دعونا لا نضع أي توقيت في رسم بعضنا عشان نأخذ وقتنا وندقيق بالتفاصيل أنا اخترت هذه الصورة لكاش وحا بلش البرتقالي ما عنده علاقة بكاش بس عشان تصير البانكيك سميك ولما أجي أقلبها ما تسقطع خلص كاش سوا جاهزين واحد اثنين عزائي عزيزاتي أقدم لكم كاش قصدي كاش بعد ثلاثين سنة الشعر مضبوط جدا هذا شعر كاش بالضبط والكنزة كمان كنزة كاش بالضبط سكاينة الرسمة ترى الشعر ما روش أني بتي أحلى من شعري الشعر اللي رسمتي أحلى من شعري واضح التعب في الرسمة الصراحة عطيش ياها الصراحة الرسمة وايد حلوة بكل الصراحة كنت متوقعة أسوي أسوأ من هيك بكتير بما أني ما برسم لكن والله إني فخورة بنفسي ما لي وجه تشوفين الرسمة اللي أنا رسامتك إياها أتمنى لقطة الحذف أوكي حصات صورة حسي أكثر واحدة ممكن أنا أجرب وأسوي نفسها اللي هي هذه الصورة يا جماعة أحس أضبط واحدة من تحت الزاوية موسيقى أوكي صار واحدة حين نقله برسمة سوكينة أنا واد أسف من ناحية سوكينة يعني أنا مالي شغل بس إن رانكيك ترويت صعب سيترسى من في ألوات ثم souha 23 يجموعة يجموعة خلين ننإنقذ شعرها موسيقى موسيقى يعني حاولت هذه سوكينة بخمس دكويت سوكينة طعام حاولت صدق الحصياتاتية تشبهني خاصة الحاء finger وبالآمث نحن ترسى رسمة سوكينة لازم أعطاها صفقة على التدقيق اللي حطتها في الرسم صراحة سوعة بتعقب ان انا كنت جميلة انا اشوف انه كاش سوى بعض الاموجيز احسن مني وانا سويت بعض الاموجيز احسن منه لكن الشيء اللي سوى الفرق بينه وبينه هو هذا الشيء هذا اعطاني الامكانية ارسم خطوط رفيعة و احد التفاصيل بالنهاية انا واي استمتعت و واي تعلمت وانا كتير استمتعت في التجربة حسين قلبي كان يضرب من الفرحة والحماس وانا بارسم كل بانكيك شكرا شكرا لك الصلافتيني في قناة توتش شكرا الكوج لانا كنت معايا في الفيديو حرفيا الكوج من اطيب الناس اللي عرفتهم في حياتي كلها اذا استمتعتوا بهذا الفيديو ولو شوية بليس حطوا لايك هذه الحركة ما بتكلفكم شيء و بتشجعني كتير والان لازمسوا تروحوا تحت في صندوق الوصف و تضغطوا على الرابط عشان تشوفوا الفيديو اللي سوينا انا و كاش بالقناة احبكم كتير بشوفكم بالفيديو الجاي باي باي اشتركوا في القناة